الملف الطبي حضر اليوم على طاولة النواب في جلسة لجنة الصحة والبيئة النيابية ومعنا للخوض بتفاصيله في الاستوديو وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أهلا وسهلا بك دكتور فراس في استوديهات المملكة ولعلنا نبدأ اليوم بقضية الطفلة لين رحمه الله يعني القضية الآن لدى المدة العام ونعلم ذلك لكن تقرير الخبرة الفنية هو من مهام وزارة الصحة ما هي الأسس التي قامع بناء عليها إعداد تقرير الخبرة الفنية من قبل وزارة الصحة مساء الخير لك وللمشاهدين رحم الله لين وعزائنا لذويها بالتأكيد عندما نقوم باتخاذ قرار تحويل القضية إلى الادعاء العام يكون بناء على مشاهدات وإفادات تم الحصول عليها من موقع الحادث ويعني نفضل اليوم عدم الخوض بهذه التفاصيل كونها الآن أصبحت منظورة لدى الادعاء العام قلت اليوم خلال لقائك بأعضاء مجلس النواب أن الأخطاء الطبية لربما موجودة بكل العالم هذا صحيح لكن عندما يراجع مريض بتقرير طبي يفيد بحالته الطبية والإجراء الطبي الذي يلزم للتدخل وإجرائه للمريض ويتم تجاهل هذا التقرير الطبي هل هذا يندرج تحت الخطأ الطبي؟ وما هو تعريف الخطأ الطبي أساسا؟ هذه أسئلة كلها مهمة جدا والخطأ الطبي عندما نقول أن هذا خطأ طبي لا يكون لتبرير هذا الخطأ وهناك درجات للأخطاء الطبية الخطأ الطبي هو عندما يحدث مضاعفات من غير المتعارف عليه نتيجة لأي تداخل جراحي هذا الخطأ قد يرقى إلى مستوى الإهمال التقصير خطأ متعمد أو غير متعمد هذا كله يتم تشخيصه والحكم عليه من خلال القضاء ومن خلال اللجان الفنية التي تشكل للبت في هذه الأخطاء كيف يتم تحديد الخطأ الطبي أو تصنيفه على أنه خطأ طبي؟ وما هو الفرق بين الخطأ الطبي والإهمال؟ حتى الإهمال الإهمال سيتسبب بخطأ طبي لكن علينا أن نفرق ما بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية المأمولة فعندما نقوم على سبيل المثال بأي دواء يصف الطبيب وتكون من مضاعفاته على سبيل المثال الصداع هذا ليس خطأ طبيا لأننا نعطي دواء من مضاعفاته الصداع لكن إذا أعطينا الدواء الخاطئ للمريض وتسبب في مشاكل صحية هذا يعتبر خطأ طبي هناك أخطأ طبية قد تكون ناتجة عن إهمال تقصير على سبيل المثال بعدم إعطاء الوقت الكافي لفحص المريض أو مراجعة الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية أو قد تكون نتيجة لنقص معرفي وبالتالي يجب تدارك هذه الأخطاء طبعا لا يوجد أي مبير في أي خطأ طبي للدفاع عن هذه الأخطاء لكن هو بلا شك هذا شيء موجود يجب أن نتذكر أن مهنة الطب هي مثلها مثل أي مهنة في العالم عندما يكون هناك عمل سيكون هناك خطأ فالهدف دائما هو الحد من هذه الأخطاء والتقليل من الأخطاء الكبيرة والأخطاء القاتلة الأخطاء التي تكون تبعاتها كبيرة إذن هذه الأمور كلها نتفاداها من خلال برامج معينة تدريبية وإدارية وإصلاحات إدارية مثل التي بدأنا بالقيام فيها حتى قبل حصول الحادث والتي تفضلتم وتحدثتم عنها على سبيل المثال الهيكلة الإدارية لوزارة الصحة ومن ثم هيكلة المستشفيات التي هي غائبة حتى الآن وهذا نتاج جراكم حقيقة لأعداد من السوء خلينا نحكي التخطيط الإداري على مدى سنوات وهذا نتج عنه عدم وجود الخطة الإدارية الواضحة من خلال مأسسة الوزارات ومأسسة المستشفيات ووضع وصف وظيفي واضح لكل من يعمل في هذه المستشفيات لأنه لا يعقل اليوم دائما أن تكون المسؤولية غير معروفة ومبهمة وعدم وجود طرف واحد مسؤول يتحمل مسؤولية هذا العمل فبالتالي تكون الأمور حقيقة أقرب إلى الفوضى منها إلى العمل المؤسسي لكن لدينا اليوم قوانين أين قانون المساءلة الطبية من كل ما يحدث؟ صحيح قانون المساءلة الطبية وهذا دائما يعني هو محط سؤال ونعلم أن هذا القانون موجود منذ العام 2018 هذا القانون هناك استخدام لهذا القانون لا شك أن هناك نقاط ضعف لكن هناك أكثر من ما لا يعلم المواطنين على الأغلب أن هناك أكثر من 300 قضية الآن منظورة لدى القضاء عن طريق هذا القانون فهناك لجنة فنية عليا مشكلة هذه اللجنة الفنية العليا تقوم باستلام الشكاوى تشكل من خلالها لجان فرعية اللجان الفرعية هم من خبراء طباء وعاملين في القطاع الصحي يقوموا بالنظر بهذه القضايا ومن ثم تحويلها إلى المحاكم بتوصيات محددة فالقانون اليوم هناك تفعيل له يحتاج إلى إعادة نظر في بعض بنوده لكن هو موجود نستطيع اليوم الاستمرار به وتحسينه والبناء على ما تم إنجازه شرط إلى أن هناك 300 قضية اليوم منظورة أمام القضاء لكن الكثيرين يشتكون اليوم من البطء في البت في هذه القضايا وأحيانا تناسيها أيضا طبعا هذه أمور موجودة لدى المحاكم والقضاء يعني ليس للأطباء أو الجانب الطبي تأثير على ذلك والقانون يجب أن يأخذ مجرى ونرى كثيرا في دول العالم الكثير من القضايا تحتاج أحيانا إلى سنوات طبعا هذا ليس مرة أخرى لا أريد أن أبذر هذا التأخير لست خبيرا بالقوانين والقضاء لكن نرى أن هناك قضايا الآن في المحاكم ونثق بقضاءنا العادل نعم البعض أيضا ينظر بتأخر تحرك وزارة الصحة لاتخاذ إجراء في مثل هذه القضايا اليوم يعني لماذا انتظرنا من خمسة تسعة حتى اليوم لأخذ إجراء والحديث بشكل أو بصوت مرتفع حول هذه القضايا؟ على العكس تماما إحنا تحققنا مباشرة عندما وردتنا المعلومات عن هذه الحادثة قمنا بتشكيل لجنة مختصة هذه اللجنة منفصلة عن لجنة المستشفيات البشير حتى تكون لجنة حيادية هذه اللجنة أيضا أدخلنا عليها أطراف وخبراء من الجامعة الهاشمية وهم قامات علمية نعتز بها هذه اللجنة عملت طوال أمس وحتى ساعات متأخرة لفجر اليوم حتى تستطيع أن تخرج تقريرها والذي يحتوي على توصيات مهمة جدا وتم رفع الملف إلى الادعاء العام أنا بعتقد أن من النواحي الإجرائية كانت الإجراءات سريعة وسريعة جدا نعم ناتي لشق العلاجي لكل ما يحدث اليوم في وزارة الصحة هل ما زلتم ترون أن هناك أمل لإصلاح هذه الاختلالات في القطاع الطب العام اليوم؟ أقولها بلا أدنى شك الجواب نعم والإصلاح لن أقول أنه سهل الإصلاح يحتاج إلى وقت يعني علينا دائما أن نتذكر الإصلاح الذي ما نتج من ترقومات خلال السنوات الآن يحتاج إلى وقت لإصلاحه هذا الإصلاح بشقيه الإداري والتدريبي والتعليمي هو ليس فقط ممكنا وإنما هو سيتحقق بإذن الله وضعنا أيدينا على مواطن الخلل نعلم بالضبط ما يجب أن نقوم بفعله الطريق واضح الخطط وضعت وهذه الأمور تحتاج إلى دعم بأشكال مختلفة منها ما هو مالي منه ما هو لوجستي منه ما هو تعليمي وتدريبي لكن بالتأكيد يجب أن لا نتحدث عن عدم قبيلية الإصلاح هذا أمر من مسؤوليتنا وسنقوم بإصلاحه ونحن قادرون على إصلاحه وضعتم أيديكم اليوم على مكامل الخلل في القطاع الطبي ما هي أبرز الاختلالات التي يعاني منها القطاع الطبي اليوم وما هو الوقت الذي تحتاجونه لإجراء إصلاحات يلمس المواطن نتيجتها أشكرك على هذه الأسئلة هناك بالتأكيد خلل إداري هذا الخلل الإداري واللي وصفته في بداية الحلقة العملياتي واللي هو يتعلق برحلة المريض كيف يدخل المريض من بداية دخوله إلى المستشفى مروراً بكل المراحل التي يمر بها وأيضاً هناك خلل في برامج التدريب والتعليم يجب إعادة النظر في هذه البرامج وإعادة حيكلتها بطريقة تضمن إيصال المعلومة الصحيحة هناك تدريب يمر به الطبيب في أثناء وجوده في كلية الطب وأثناء حتى فترة الإختصاص لكن هو يحتاج أيضاً لتدريب عندما يصبح جزءاً من المنظومة الصحية وصاحب قرار فبالتالي هذه البرامج التدريبية التعليمية نعلم ما هيتها ونعلم كيف نستطيع أن نبدأ بها يعني أمور اليوم نتحدث بها بكل صراحة لدينا خبرة كبيرة فيها بالأردن يعني لدينا برامج تعليمية وتدريبية في جامعاتنا ومؤسساتنا إذن يجب اليوم أن نعالج الخلل اللي هو واضح بالنسبة إنا ونستطيع إلاجه ما هي المدة الزمنية اللازمة اليوم لإحداث تغيير في مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الطبي العام؟ هناك أهداف سريعة المنال منها الأمور الإدارية وإحنا قد بدأنا بهيكلة وزارة الصحة حتى قبل هذا الحادث وبعدها هيكلة المستشفيات نسير بسرعة في هذا الأمر أيضا عملية الخبرات الإدارية واختيار الشخص الذين لديهم خبرة بالإدارات ومن ثم وضع البروتوكولات ليس الصحية وإنما البروتوكولات الإدارية التي تحقق سلامة المريض ومأمونية إيصال العلاج هناك الشقة التي يتعلق بالأمور التدريبية والتعليمية لأطبائنا ومقيمينا وحسن توزيعهم بالأعداد المطلوبة تحقيق الإشراف الموضوعي لذوير خبرة عليهم إيصال المادة العلمية لهم أيضا من خلال هذا التدريب هذه الأمور بعضها قد يحتاج إلى شهور وهناك أمور أقولها وبكل صراحة تحتاج إلى سنوات قد تكون سنتين أو أكثر هذا الإصلاح يجب أنك اليوم أن نكون واقعين أن نكون شفافين وصريحين نستطيع أن نحقق إصلاح سريع يخفض من الأخطاء الطبية لكن كما قلت اليوم لا يوجد أي دولة في العالم ولا مؤسسة صحية في العالم لا يوجد فيها أخطاء طبية علينا أن نتذكر أن اليوم في الأردن هناك مؤسسات عديدة تقوم بآلاف العمليات الجراحية أنه يكون هناك خطأ طبي ناتج عن قيام الشخص بدوره وتدخله بما تملي عليه البروتوكولات الصحية ربما يكون هذا الأمر مقبول نوعا ما لكن عندما يكون الخطأ الطبي ناتج عن إهمال وتقصير من الأساس في أداء الدور المناطب بالأشخاص هنا تكمن المشكلة أشرت بشكل مباشر إلى موضوع التدريب لكن لم تشر بذات الأهمية إلى موضوع الكوادر وعداد الكوادر ونقص الكوادر البعض يقول اليوم أن وزارة الصحة ذهبت إلى الكم ولم تعتني بالنوع لدينا العديد من المراكز الصحية لدينا العديد من المستشفيات لكن لا يوجد لدينا كوادر تعمل وتدير هذه المستشفيات والمراكز الصحية هذا الكلام فيه شيء من الصحة لكن أيضا هناك سوء توزيع وسوء إدارة لهذه الكوادر وهذا اليوم نستطيع أن نقوم به ونحسنه حتى نخفف من حاجتنا إلى الكوادر أيضا الكم في الكوادر لا يحل المشكلة نريد النوع في الكوادر وحسن التوزيع هناك نقص في الإختصاصات خاصة الإختصاصات الفرعية بدأنا بوضع برامج على سبيل المثال سنتقدم قريبا إلى المجلس الطبي الأردني لبرنامج إختصاص العناية الحفيفة وأيضا لبرنامج الإختصاص في القلب وجراحة الصدر كل هذه البرامج التعليمية التي من أهدافها استقطاب الأطباء وإدخالهم في هذه البرامج حتى نؤهلهم ويصبحوا في كادر وزارة الصحة ويقوموا بهمهمهم وهناك برامج أخرى اليوم نبتعث إلى مستشفياتنا الجامعية والخدمات الطبية الملكية لتأهيل الكوادر الصحية لكن بالتأكيد يجب أن لا نلقي اللوم فقط على عدد الكوادر الصحية وإنما ننظر إلى النوع وإلى حسن توزيع هذه الكوادر عندما يشتبك الطبيب أو الممرض مع عدد معين من المرضى إذا كان يشاهد الطبيب مئة مريض في اليوم ليس كالطبيب الذي يشاهد عشرين أو يلتقي خمسة وعشرين مريض في اليوم أيضا هذا كلام سليم مئة بالمئة وهذا الكلام يعالج بشقين الشق الأول وضع العدد الكافي من الكوادر وبشرط أن نحسن استخدامها وتوزيعها حتى لا تكون متركزة في منطقة ما في الأردن بينما تقيب عن المناطق الأخرى هذا أمر يجب أن يكون واضح يعني شاهدنا في بعض مستشفياتنا أعداد كبيرة من اختصاص فرعي محدد لا أريد أن أذكر اليوم بينما هو غائب في مناطق أخرى نستطيع اليوم بكل سهولة إعادة توزيع هذه الكوادر هذا يحتاج إلى تعاون الجميع تعاون الكوادر وتعاون الإدارات في مختلف أنحاء المملكة أنا باعتقادي المشكلة هي مزيج ما بين الأمرين وليس فقط نقص في الأعداد إلى أي مدى يبدو مستوى الطلبة وخريجين كليات الطب اليوم ملائم إلى حجم التحدي في قطاع العمل وفي الميدان هل الجامعات اليوم وكليات الطب قادرة على تأهيل أطباء بإمكانهم التعامل بالشكل السليم منذ البداية أو خلال مسيرة العمل منذ بدايتها؟ بلا شك جامعاتنا تخرج أطباء في مستوى عالي لكن هناك فرق ما بين الخبرة العملية والجانب النظري نحن بحاجة أيضا لإلحاق هؤلاء الأطباء بالدورات التدريبية التخصصية حتى يستطيعوا أن يقوموا بمهامهم اليومية والتي بالعادة لا يخطعوا إلها في أثناء تدريبهم في الجامعة أشرتهم إلى اللجنة الرقبية المؤقتة في مستشفيات البشير ما هو دور هذه اللجنة وما هي المهام المنطبة بها؟ هذه اللجنة تطلع يوميا على سير الأعمال في مستشفيات البشير توزيع الكوادر في مستشفيات البشير مكامن الضعف مكامن القوة إذا كان هناك سوء في توزيع الكوادر تنظر إلى الاكتظاظ في الأماكن حتى تحاول اليوم حلها إذن هي هدفها تسليط الضوء على المشاكل الموجودة والقيام بحلها أو التوصية على سبيل المثال إذا احتجنا إلى كوادر احتجنا إلى خدمات ومهن مساندة أخرى نقوم بإرسالها تباعا شرتهم إلى خطة الهيكلة سريعا في وزارة الصحة هل هناك خط زمني لهذه الخطة التي تنون القيام بها؟ هيكلة وزارة الصحة بإن لا ننتهي منها خلال أسبوعين ويتم رفعها للمرورها بالقنوات الرسمية المعروفة ثم نبدأ بهيكلة المستشفيات وأنا أعتقد هذه أيضا لا تقل أهمية عن هيكلة وزارة الصحة وهذه غائبة غائبة منذ سنوات طويلة وهذه مهمة لتحديد المسؤولية يعني يجب أن نتذكر دائما من المهم أن يكون هناك وصف وظيفي واضح وتكون هناك مسؤولية واضحة من المسؤول عن كل عمل؟ نعم شكرا جزيلا لك وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أهلا وسهلا بك شكرا لكم